أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي عنوان درسنا لهذا اليوم الدرس الخامس من الوحدة السابعة تقدير نواتج الجمع الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو يا أبطال استعمال ما تعلمته عن الجمع والقيمة المنزلية لتقدير نواتج الجمع والآن يا أبطال لننتقل إلى صفحة رقم 75 من الكتاب المدرسي مسألة أحل وأشارك أنظر إلى الجدوى الأدنى هل وزن أنثى وذكر دبي العسل معاً؟ أكبر أم أصغر من وزن أنثى الدب الأسود الواحدة؟ أوضح كيف يمكنني تحديد ذلك من دون إعطاء إجابة دقيقة أحل هذه المسألة بأي طريقة أختارها؟ والآن يا أبطال لنجب عن بعض الأسئلة التي تساعدني في حل هذه المسألة السؤال الأول ماذا تحاول أن تعرف عن أوزان الدببة؟ أحسنتم يا أبطال وزن أنثى وذكر دب العسل معاً أكبر أم أصغر من وزن أنثى الدب الأسود الواحدة؟ السؤال الثاني ما البيانات الموجودة في الجدول واللازمة لحل هذه المسألة؟ أحسنتم يا أبطال نحن نحتاج أن نعرف وزن ذكر دب العسل ووزن أنثى دب العسل ووزن أنثى الدب الأسود والآن يا أبطال بالرجوع إلى الجدول كم وزن ذكر دب العسل؟ أحسنتم يا أبطال رائعون 95 باونداً وكم وزن أنثى دب العسل؟ أحسنتم مبدعون 78 باونداً وكم وزن أنثى الدب الأسود يا أبطال؟ أحسنتم مبدعون 215 باونداً لننتقل إلى السؤال التالي يا أبطال هل المطلوب منك إيجاد الوزن الكلي الدقيق لدبي العسل؟ ولماذا؟ أحسنتم يا أبطال لا، ليس مطلوب منا أن نوجد الوزن الكلي الدقيق لدبي العسل تقول المسألة أنه لا يجب أن أجد إجابة دقيقة والآن لننتقل إلى السؤال التالي ما هي إحدى الطرائق لمعرفة وزن دبي العسل معا؟ أحسنتم مبدعون يمكنني تقريب الوزنين وجمع الوزنين الذين قربتهما يمكنني استعمال الرموز والأعداد والكلمات لكتابة شرح دقيق أبين عملي في المساحة الفارغة أدنى والآن يا أبطال جاء دوركم أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أحسنتم مبدعون والآن سيقوم كل من جاسم وبدر بعرض إجاباتهم علينا تفضل يا جاسم السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقائي؟ نظرت إلى الجدول فوجدت أن وزن ذكر وأنثى دب العسل يساوي ثمانية وسبعون باونداً وخمسة وتسعون باونداً وكلا العددين قريب من مئة فقررت أن أقربهما إلى مئة ثم قمت بعد ذلك بجمع الوزنين لمقارنتهما بوزن أنثى الدب الأسود فحسبت مئة زائد مئة يساوي مئتان وبما أن مئتان أقل من مئتان وخمسة عشر وهو وزن أنثى الدب الأسود استنتجت أن دبال عسل يزنان أقل من أنثى الدب الأسود ما رأيك في حلي يا أستاذ؟ ممتاز يا جاسم أشكرك على هذا الحل الرائع نلاحظ عزياء الطلاب أن جاسم استعمل الحس العددي لحل المسألة والآن جاء دورك يا بدر السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقائي؟ أولا قمت بتقريب الوزنين إلى أقرب عشرة فقربت ثمانية وسبعون إلى ثمانون وخمسة وتسعون إلى مئة ثم قمت بجمع الوزنين المقربين لمقارنتهما مع وزن أنثى الدب الأسود فحسبت ثمانون زائد مئة يساوي مئة وتمانون وبما أن مئة وتمانون أقل من مئة وخمسة عشر وهو وزن أنثى الدب الأسود استنتجت أن دبال عسل معن يزنان أقل من وزن أنثى الدب الأسود ما رأيك في حل يا أستاذ؟ ممتاز يا بدر هذا حل صحيح أشكرك يا بطل نلاحظ عزائي الطلاب أن زميلكم بدر استعمل التقدير بالتقريب لحل المسألة تذكر يا بطل عند التقدير لا تحصل على إجابة دقيقة يمكن استعمال الأعداد المتناغمة أو التقريب إلى أقرب عشرة أو لأقرب مئة لتقدير ناتج الجمع والآن يا أبطال لننتقل إلى صفحة رقم 76 من الكتاب المدرسي السؤال الأساس كيف يمكنني تقدير نواتج الجمع؟ المثال الأساس هل يزن دبال باندا معن أكثر من 500 باوند وقدر ناتج 329 زائد 255؟ والآن يا أبطال لنجب عن بعض الأسئلة التي تساعدنا في حل هذه المسألة كم وزن الأنثى من دبال باندا يا أبطال؟ أحسنتم رائعون 255 باوند وكم وزن الذكر يا أبطال؟ رائعون 329 باوند وما المطلوب من هذه المسألة يا أبطال؟ أحسنتم هل يزن دبال باندا معن أكثر من 500 باوند؟ وأن أقدر ناتج 329 زائد 255 لأقرر ذلك يمكنني التقدير لإيجاد الوزن التقريبي لدبي الباندا معن؟ طريقة للحل أقرب إلى أقرب 100 نكتب الأعداد التي لدينا يا أبطال 255 زائد 329 فنبدأ بتقريب العدد الأول وبما أن نريد أن نقرب إلى أقرب 100 نقوم بتحديد الرقم الذي يوجد في منزلة المئات من الرقم الموجود في منزلة المئات في 255 يا أبطال؟ أحسنتم رائعون الاثنان والآن ننظر إلى الرقم الذي على يمينها كم على يمين الاثنان يا أبطال؟ أحسنتم لدينا الخمسة وهل الخمسة من الأعداد التي تستطيع أن تعطي الاثنان واحد؟ نعم مبدعون الخمسة تستطيع أن تعطي الاثنان واحد فبذلك يكون التقريب 300 ثم ننظر إلى العدد الآخر 329 نحدد المنزلة المراد التقريب إليها وهي منزلة المئات ما الرقم الموجود في منزلة المئات يا أبطال؟ أحسنتم رائعون الثلاثة وكم على يمين الثلاثة يا أبطال؟ نعم أسمعكم الاثنان أحسنتم يا أبطال والآن هل الاثنان يستطيع أن يعطي الثلاثة واحد أم لا يا أبطال؟ رائعون الاثنان لا تستطيع أن تعطي الثلاثة واحد بهذا يكون التقريب 300 ثم بعد ذلك نقوم بإيجاد ناتج الجمع للأعداد المقربة 300 زائد 300 أحسنتم يا أبطال يساوي 600 بهذا يا أبطال 255 زائد 329 يساوي تقريبا 600 وبما أن 600 أكبر من 500 نستنتج أنه يزن حيوان الباند معا أكثر من 500 باوند طريقة أخرى للحل أستعمل الأعداد المتناغمة الأعداد المتناغمة هي أعداد قريبة من الأعداد المضافة لكن من السهل جمعها ذهنيا والآن يا أبطال نختار عددا قريبا من المئتان وخمسة وخمسون من السهل جمعه فنختار مئتان وخمسون كذلك الأمر بالنسبة للعدد 329 نختار عددا قريبا منه ومن السهل جمعه فنختار ثلاثمائة وخمسة وعشرون بعد ذلك نقوم بعملية الجمع لإيجاد الناتج مئتان وخمسون زائد ثلاثمائة وخمسة وعشرون أحسنتم يا أبطال خمسمائة وخمسة وسبعون هذا يعني أن مئتان وخمسة وخمسون زائد ثلاثمائة وتسعة وعشرون يساوي تقريبا خمسمائة وخمسة وسبعون وبما أن خمسمائة وخمسة وسبعون أكبر من خمسمائة نستنتج يبلغ الوزن الكلي أكثر من خمسمائة باوند والآن يا أبطال ننتقل إلى مسألة أقنعني جاء دورك يا بطل لكي تقوم بإقناعي أكون دقيقا تقول هند أنظر إلى الأعداد فحس مئتان وثلاثمائة يساويان معا خمسمائة يزن دبال باندا أكثر من خمسمائة باوند لأن أحدهما يزن مئتان وخمسة وخمسون باوندا والآخر يزن ثلاثمائة وتسعة وعشرون باوندا ماذا تعني هند بذلك؟ أستعمل الأعداد أو الكلمات أو الرموز للشرح ماذا تقول هند يا أبطال؟ أنظر إلى الأعداد فحس مئتان وثلاثمائة يساويان معا خمسمائة وأنه يزن دبال باندا أكثر من خمسمائة باوند ذلك لأن أحدهما يزن مئتان وخمسة وخمسون باوندا والآخر يزن ثلاثمائة وتسعة وعشرون باوندا وما المطلوب منه في هذه المسألة يا أبطال؟ أحسنتم أن نفسر ماذا تعني هند بذلك؟ يمكننا استعمال الأعداد أو الكلمات أو الرموز للشرح جاء دوركم الآن يا أبطال أوقف الفيديو حل المسألة ثم أكمل الفيديو بعد إنهايك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أنتم رائعون والآن لنحل هذه المسألة معا تعني هند أن بإمكاني أن أجمع مئتان وثلاثمائة ولكن من أين أتت هند بهذه العداد؟ أحسنتم ذلك لأن المئتان هي قيمة المئات للعدد مئتان وخمسة وخمسون والثلاثمائة هي قيمة المئات للعدد ثلاثمائة وتسعة وعشرون وبذلك يكون المجموع يساوي خمسمائة وحيث أن مئتان وخمسة وخمسون أكبر من مئتان وأن ثلاثمائة وتسعة وعشرون أكبر من ثلاثمائة أستنتج من ذلك أن المجموع الفعلي أكبر من خمسمائة والآن يا أبطال لننتقل إلى صفحة رقم سبعة وسبعون مثال آخر أفترض أن أحد حيواني الباندا تناول مئة وستة وستون باوندا من نبات الخيزران في أسبوع وأن الآخر تناول مئة وثمانية وخمسون باوندا كم باوندا تقريبا من نبات الخيزران تناوله حيوان الباندا والآن يا أبطال لنجب عن بعض الأسئلة التي تساعدنا في فهم المسألة وحلها كم تناول أحد حيواني الباندا يا أبطال أحسنتم مئة وستة وستون باوندا وكم تناول الآخر يا أبطال رائعون مئة وثمانية وخمسون باوندا وما المطلوب من هذه المسألة يا أبطال أحسنتم رائعون كم باوندا تقريبا من نبات الخيزران تناوله حيوان الباندا والآن لنقم بحل هذه المسألة يمكنني تقدير ناتج مئة وستة وستون زاد مئة وثمانية وخمسون بالتقريب إلى أقرب عشرة والآن يا أبطال نكتب الأعداد التي لدينا مئة وستة وستون زاد مئة وثمانية وخمسون نقوم بالتقريب إلى أقرب عشرة فنبدأ بالعدد مئة وستة وستون نحدد الرقم المراد التقريب إليه من الرقم الموجود في منزلة العشرات يا أبطال أحسنتم رائعون الستة وكم الرقم الذي على يمينه يا أبطال أحسنتم مبدعون الستة وهل ستة تستطيع أن تعطي الستة الثانية واحد أم لا أحسنتم رائعون تستطيع أن تعطيها واحد فيكون التقريب بذلك مئة وسبعون ننتقل إلى العدد الآخر مئة وثمانية وخمسون ما الرقم الموجود في منزلة العشرات يا أبطال أحسنتم رائعون الخمسة وما الرقم الذي على يمينها أحسنتم رائعون الثمانية وهل تستطيع الثمانية أعطى واحد أم لا يا أبطال أحسنتم رائعون تستطيع الثمانية أن تعطيها الخمسة واحد فيكون بذلك التقريب يساوي مئة وستون ثم بعد ذلك نقوم بعملية الجمع مئة وسبعون زائد مئة وستون كم يساوي يا أبطال أحسنتم رائعون 330 بذلك تناول حيوان الباندا تقريبا 330 باوندا من نبات الخيزران خلال أسبوع والآن يا أبطال لنعود إلى صفحة رقم 76 ولنقم بالإجابة على السؤال الأساس كيف يمكنني تقدير نواتج الجمع؟ لدينا ثلاثة طرق لتقدير نواتج الجمع يا أبطال الطريقة الأولى استعمال الأعداد المتناغمة وسنستخدم المثال السابق لتوضيح الأعداد المتناغمة استخدمنا العددين 250 و 325 لأنها أعداد قريبة من الأعداد الأصلية ويسهل جمعها بذلك كان الناتج 575 الطريقة الأخرى التقريب إلى أقرب عشرة للتقدير وسنستخدم نفس المثال لذلك بداية نحدد المنزل المراد التقريب إليها وهي منزلة العشرات في العدد 255 لدينا في العشرات 5 التي ترونها باللون الأحمر على يمينها 5 تستطيع أن تعطيها واحد فيصبح التقريب بذلك 260 وفي العدد 329 لدينا أثنان في منزلة العشرات وعلى يمينها 9 ونحن نعلم أن التسعة من الأعداد التي تستطيع أن تعطيها واحدا فيصبح التقريب بذلك 330 بعد ذلك نقوم بعملية الجمع 260 زائد 330 يساوي 590 الطريقة الثالثة يا أبطال هي باستعمال التقريب إلى أقرب 100 وسنستخدم نفس المثال نحدد الأعداد المراد التقريب إليها وهي منزلة المئات لدينا الاثنان في 255 ولدينا الثلاثة في 329 في العدد 255 لدينا الخمسة على يمين الاثنان ونحن نعلم أن الخمسة من الأعداد التي تستطيع أن تعطيها واحد بذلك يصبح التقريب 300 وفي العدد 329 لدينا الاثنان على يمين الثلاثة ونحن نعلم أن الاثنان لا يستطيع أن يعطي واحدا بذلك يكون التقريب يساوي 300 ثم بعد ذلك نقوم بعملية الجمع 300 زائد 300 يساوي 600 والآن يا أبطال ننتقل إلى صفحة رقم 77 تدرب موجه أطبق فهمي أقرب إلى أقرب 10 للتقدير لدينا التمرين رقم 3218 زائد 466 ولدينا أيضا التمرين رقم 4 108 زائد 223 والآن يا أبطال ما المنزل المراد تقريب إليها؟ أحسنتم يا أبطال نريد أن نقرب إلى أقرب 10 جاء دوركم الآن يا أبطال أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أنتم رائعون والآن لنقم بحل هذه التمرين معاً التمرين الثالث 218 زائد 466 المنزل المراد التقريب إليها يا أبطال هي منزلة العشرات من الرقم الموجود في منزلة العشرات في 218 يا أبطال؟ أحسنتم رائعون الواحد وكم على يمينها يا أبطال؟ رائعون على يمينها الثمانية ونحن نعلم أن الثمانية تستطيع أن تعطي الواحدة واحد فيصبح التقريب بذلك 220 ننتقل إلى 466 ما الرقم الموجود في منزلة العشرات يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا الستة وكم على يمينها يا أبطال؟ رائعون لدينا ستة وهل ستة تستطيع أن تعطي واحد أم لا يا أبطال؟ رائعون الستة تستطيع أن تعطي واحد بذلك يكون التقريب 470 ثم بعد ذلك نقوم بعملية الجمع 220 زائد 470 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم رائعون يساوي 690 والآن ننتقل إلى التمرين الرابع نبدأ بالعدد 108 المنزل المراد التقريب إليها يا أبطال هي منزلة العشرات من الرقم الموجود في منزلة العشرات يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا الصفر وكم على يمينها يا أبطال؟ أحسنتم رائعون على يمينها الثمانية وهل تستطيع الثمانية أعطاء واحد أم لا؟ رائعون تستطيع الثمانية أن تعطيه واحدا فبذلك يكون التقريب 110 ننتقل للعدد 223 الرقم الموجود في منزلة العشرات يا أبطال أحسنتم رائعون لدينا الاثنان وكم على يمينها يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا الثلاثة على يمينها وهل تستطيع الثلاثة أعطاء واحد أم لا يا أبطال؟ رائعون لا تستطيع الثلاثة أعطاء واحد بذلك يكون التقريب 220 الخطوة الأخيرة نقوم بعملية الجمع 110 زائد 220 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم رائعون يساوي 330 أحسنتم أنتم رائعون والآن يا أبطال تأكدوا أن إجاباتكم كانت صحيحة قبل الانتقال إلى التمارين التالية والآن يا أبطال لننتقل إلى تدرب موجه أطبق فهمي أقرب إلى أقرب مئة للتقدير سنحل الآن التمرين الخامس 514 زائد 258 والتمرين السادس 198 زائد 426 من منزل المراد التقريب إليها يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا منزلة المئات جاء دوركم يا أبطال أوقف الفيديو حل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم أيها المبدعون؟ رائعون والآن لنقم بحل هذه التمارين معا نبدأ في التمرين الخامس لدينا العدد 514 من منزل المراد التقريب إليها يا أبطال؟ أحسنتم منزلة المئات وما الرقم الموجود في منزلة المئات يا أبطال؟ رائعون لدينا الخمسة وكم على يمينها يا أبطال؟ أحسنتم مبدعون لدينا الواحد والآن هل الواحد يستطيع أن يعطي واحدا أم لا؟ أحسنتم رائعون الواحد من الأعداد الصغيرة التي لا تستطيع أن تعطي واحد بذلك يكون التقريب إبارة عن 500 ننتقل إلى العدد الآخر 258 لدينا في منزلة المئات يا أبطال الرقم 2 كم على يمينها يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا الخمسة وهل تستطيعوا الخمسة إعطاء واحدا أم لا يا أبطال؟ أحسنتم رائعون تستطيعوا الخمسة أن تعطيها واحد بذلك يصبح التقريب 300 الخطوة الأخيرة نقوم بعملية الجمع 500 زائد 300 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم رائعون يساوي 800 والآن لننتقل إلى التمرين السادس لدينا العدد 198 نحدد المنزلة المراد تقريب إليها وهي منزلة المئات من الرقم الموجود في منزلة المئات يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا الواحد وكم على يمينها يا أبطال؟ مبدعون لدينا التسعة وهل تسعة من الأعداد التي تستطيعوا أن تعطيها واحدا أم لا يا أبطال؟ أحسنتم رائعون تستطيعوا التسعة أن تعطيها واحدا بذلك يكون التقريب لدينا 200 ننتقل إلى العدد 426 لدينا الأربعة في منزلة المئات وكم على يمينها يا أبطال؟ أحسنتم رائعون لدينا الاثنان هل تستطيعوا الاثنان أن تعطيها واحدا أم لا؟ أحسنتم لا تستطيعوا الاثنان أن تعطيها واحدا بذلك يكون التقريب يساوي 400 الخطوة الأخيرة يا أبطال نقوم بعملية الجم 200 زاد 400 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم رائعون يساوي 600 والآن أيها البطل تأكد أن إجاباتك على التمارين الخامس والسادس كانت صحيحة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أشكر لكم حسن استماعكم والمتابعة والاهتمام على أمل أن أفقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته